كفاء وسلام على عباده الذي نستفى اللهم نشهد أننا عاجزون عن شكرك كما يجب الشكر لك وحدك ونعلم أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله لأنه ربنا سبحانه وتعالى أكد هالجزاء الإحسان إلى الإحسان وأن لا تبخصوا الناس أشياءهم نحن أمة أخير الأمم بلفظ القرآن العظيم هو قول رب العالمين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتناول عن منكر تؤمن بالله أين نحن من هذه الصيفات الحميدة أين نحن وين العمة وين العمة الحمد لله لفهم جماعات الله يبارك فيها القول يساعدها ويدي بها إلى نصر المبين حتى تلتأم هالجماعة هذه في وحدة صماة بفضل الله تعالى وننقل لقن عداءنا من كرب وعجم أكبر درس نسو مثله منذ أمد بعيد والآن إن شاء الله تعالى أذكر بسرعة كيف أن باب الأمل أغلقه أعداءنا وإن ادعوا أنهم مسلم وين الدعو باب الأمل لرب سبحانه وتعالى نشير أنه لا يأسهم روح الله للقوم الكثيرون ولمعمني روح مسلمين وأكبر كفار لأن النعمة نازل بالليل والنهار وهم لقبحهم وسوء مكرهم وفساد حارهم يسعد العمل الخبيث إلى الرحمن يصبر يصبر ولكنه حين يضرب فلا يخطئوا ولا يخاف عقباه ربي هل أمل لدي حكت في الطب قل الشرق والغرب حتى كدنا أن لا نسمع ونرى أن هناك منام معجزات في الشفاء أين هؤلاء الناس الذين يدعون الإسلام مش كان عليكم أنتم تكونوا عناصر بعض الأمل في الخلق مش بيخي كل ما عندي من قوة إرادة حتى يصلوا إلى هؤلاء المحرومين يصلهم بصيص من الأمل وحين يتعرفوا عليه هؤلاء الاتفافة التي ستخلصنا لبوي صفتاج حلقة التي حين يمسك بيواء كان حزمها خفيف قصير صغير لكنه يعتبرها طوق نجاة لماذا لا يكون وهذا في أطباء الذين يدعون الإسلام لماذا كيف يتقبها لمواعد وإقام مهدودين أكثر منه هو مهدود وهو عيلته لأصحاب الجبو لاز لأن هلكتهم مطالب الدنيا وناس من الشبعانة هم هم بالغم بالغم لي ولكم لا فسقام لك مسلم في قدر روحك لا يأتي من المسلم إلى الخير وحصل الظن بالله يا رب العالمين وبعض الناس فرحة الحياة حياة الأبية الكريمة هدوهم ورؤساء الكلاب والملك الخوانة هدوا صعوبهم فالهد ذاك تمظر في سورة أمراض مستعصة على العلاج أدعوكم وبكل صدق أن تظهروا أنفسكم إلى حالكم وتحلوا هذه الحال وتتعرفوا أنفسكم أنكم لستم الناس الفائزين عند رب العالمين إلا أن تتوبوا مهنة إنسانية فاضلة وهي وهي لتقاقر الأدواء والضوف والوباء عيض بالله أنتم وين حسوا علاقتكم بالله وزدوا بالدنيا يا ناس الغناغ للنفس والقليل فيه الكثير من بركات الرحمن الرحيم ما كنتم متنين أنتم دون كاب لجيك لا منطب لشبعكم شيء حتى كان يجيكم إنسانك يتزرع شوي ويقول يا أخي ولا يتسلفت ولا بعت الشيء ضروري بالحياة بعته بسجيتك قول لك ما تحطه من خمسين ولا اقلب وهذا قليل ولك هذو لا تقبل ما يدخل يزمي الكسكيهم أين أنتم من الإسلام أنت تحصل وقولوا اسمع مسبق هذا باش تنقش معك ما ديش وقت ثم قدري موش من قدرك هذا ليس من الإسلام توضعوا يا ناس هلو نفق مشترح حتى يشيف لكم يهزكم للجهنم وبئس المصير كلمة توجيزة أقول الذين أشركوا على اليأس من رحمة الرحمن وهذا ليه جود ولا يسأل الله يا ربنا إلا القوم الكافرون الجاهلون اللهم مبلون بمصيرهم قولوا لهم أرجو يا ربكم وعملوا شوية من وقتكم تدرسوا فيه موضوع الأمل في الله وكيف يأتيكم شفاء من الله حين تكونوا في مستوى إرضاء الله لأنه رب يقول وإذ تأذن ربكم لأن شكرتم من أزيدناكم أشكر بالبداية الإيمانية والقرآنية وإذ تأذن ربكم لأن شكرتم من أزيدناكم أي اختي واختي واستاذ باستاذ تصل نيايا بحول الله وأنت معافة تدخل فرحة على ذاتك وعلى زوجتك وعلى أبو والديك وإخواتك وابنائك ولمجمعاتك هذا ليس على الله يا عزيز وحن نعيش به هذا القرآن شرط ما كمثلش عالينا يمريض وما تظل الناس كما يعملوها الهيبوكوندرياك اللي مصابين بالمراقود خطير جدا يحب يعملها كتحدي لنا آه لا يتبين أعرفتش بعض التصوير هي مش لازمة بعض التحليل مش لازمة هذوما الناس هذوما زيك بس تكثر معه الوحي ما صره مصروف هو يحب يدخل عليك باش ييس يهينك ويشرب لك طاقاتك ووقتك وبعد يخرج في قرة نفسه وانا انتصرت عليه هانو فاشل وانا مزلت عندي الحرية باش نمشي فلان وفلان وفلانا من الطبع اختارا من هذا النوع البغير وما يحفر كان حفرة يلقى فيها هلاك اللهم اذا كان ربي فامقت عليه والبقية تقول اصدقني تكون مع الله لاحسن الحال تكون واثق انه هو الطبيب الاوحد نحن لا تطبق حتى يبالك تكون مع الله صادق ومع نفسك صادق ومع المعالجين القرآنيين صادق واشيقوم بواجب واشوف علامة المرض المتاعك حللها صلبها بعد يأتي الى مرحلة التشخيص ثم المرحلة العلاجية القرآني اذا كان انت اتبع فيه وانت مؤمن ان الله هداك الى سبل الخلاص من هذا المرض واختر من هذا المرض فعلم انك ستعوذ تعوذ من رضاء لله الكثير ومن حياء الله ان لا يرجعك خائبا في هذا المسأل وقرأ القرآن ودبروا الايات التبية شبا من الله سكر سيد ابراهيم لم ينزب نصلح الله وزوجه سيدة زكريا كذلك اصلاحها ونفرتيليتين ستيرليتين هي داء ووضال لكن اقتل يا ربي انت زيد تقدم تقرأ منه يعرك ليش كافك وربي يستحي ان يرجع كخاوية ليفاظ ما ترجع الا بالخير اكثر مما كنت تتصور ودعجنا والله شهيد على ما نقول وقعت سيدنا ايوب عليه السلام وما دراكم سيدنا ايوب عليه السلام وقعت مدة من عرس السبعة السنين ورد السناء والشيطان ابليس بن لعين ماشي جاي بينه بين سيدنا ايوب فضخ فيه منع يتكال جارة مجلبال فراك حول مرت عيلة صبر اوكاد اوكادت وابناء مات واملك كل ضاعت هذا كل اسحاب ابليس اللعين ولم يكتب بذلك فصفا سيدنا ايوب عليه السلام بالتوفيق من الرحمن بتوجه الى الرحمن وقال يا رب اعطي ما يشاء الا القلب ليس عنصران لا يمكن ان تصغير من شأنه وكان ما كان وجاء لطف الرحمن وجاء الخبر اليقين ان ايوب كان من الصابرين ايوب عليه السلام هالجزاء والاحسان احسنت في ادبك مع الله فاحسن الله اليك انصاق اليك شفاء واصلاح الزوجة ورزاقك من البنين بضعف ما كنت قد فقدت هؤلاء الذين يؤمنون بما نؤمن ولا ينحربونا في جيك زاك كوارثة اللي موجودة على الطرقات في العالم وكل من يجي جي من المهندسين ولا طب يعمل مش يقلبوها بس يعملوا قناطر ولا يعملوا هكا بعض الممتلكات يعطيوا مليها بعض الشي بس ما يضيعهم شقوقهم و وعملوا خط هكا في التويت تقليلها ف اللي تقليلها ما تدوخش السائقين والسائقات وليهذا كالدوغ هذيك هي سبب من السبب خلف اللي يكون الليلهم في الفسوق ونارهم في الاستقطاع وليه كالحمير فما عدة عناصر تدفعهم إلى التعرض إلى هذه المصائب على الطرقات زاكسيدون سيكولاسيون سبب ومش الدات فقط يعني خبيثة وهي تجذب ساخت الرحمن بالليل والنهر حتى الطرقات لها دورها في فواجع الطرقات إذن يا ناس حين تنقصوا من زيكزاك فيما خص الدي تقول أن لمس المنت خبيث تنقص الزيكزاك في خص حقوق المولى سبحانه وتعالى الله واختري ساخلكم موانزين في يوم الاستقامة والوفاة والصدق والأمانة ما يكريكم شهور الطرقات اللي اليوم مقبرة بالليل والنهر ولا فايدة في التطوير الحديث لأن نذر العقل فيكم فهم المقصد أن لا نيأس من روح الله وروح المولى سبحانه وتعالى إذا كان صفيت وحسابكم ميناء وشرقه في جنة الخلق كما ورد في آخر سورة الواقعة فأما أن كان من المقربين فروح وريحان وجنة الحلق والسلام على من اختار الهدى وكان من المؤمنين الخالصين لرب الأرض والصلاة والسلام الكميسياتي